هل أصبح القتل والموت هو مصير كل من ينبو من أبناء مصر من الباحثين والعلماء؟ فاقتصدر اسم الباحثة المصرية الشاب ريم حامد مواقع البحث والتواصل الاجتماعي بعد إعلان وثاتها في فرنسا في ظروف غامضة جاء ذلك بعد أن كانت ريم قد نشرت على صفحتها في فيسبوك قبل أيام قليلة من وفاتها أنها تعرضت لتهديدات ومضايقات وتجسس من أشخاص لم تذكر أسماءهم لكنها أوضحت أنهم من جهة عملها فريم حامد هي شابة مصرية تبلغ من العمر 29 عاما باحثة حاصلة على بكريوز زرعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي وكانت تعيش في فرنسا ومقيمة في سكن جامعي بفرنسا وكانت تعمل في معد البولوجيا التكاملية للخالية بباريس وقد حصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من الجامعة نفسها صفرت الباحثة المصرية إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في مجال البايو تكنولوجي وعلم الجينات لكنها تعرضت خلال دراستها الأخيرة لمضايقات وملاحقات من أشخاص تجهلهم وتعرضت أجهزتها وهواتثها لمحاولات اختراق منظم بالإضافة إلى تعرضها للتنمر والتمييز والعنصرية وفق التدوينات سابقة منسوبة لريم حامد حزثت في وقت لاحق وفي السياق نفسه كشفت ريم في منشور لها على صفحتها أنها تعرضت لمحاولة اغتيال من قبل جارتها في السكن الجامعي التي قامت برش مواد خطيرة من تحت باب شقة ريم تسببت لها في ضيق التنفس وزيادة نبضات قلبها وبعد أيام من منشورات ريم جاء مساء يوم الخميس 22 أغسطس 2024 الجاري والذي أعلن فيه عن وفاتها في ظروف غامضة بعد العصور على جستها أمام باب الشقة محل إقوامتها وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في حادث الوفاة لمعرفة إن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها من جانبها أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا تؤكد فيها أنها تتابع التحقيقات عن كثب استواصلت الكنسلية المصرية في باريس مع السلطات الفرنسية منذ تلقيهم البلاغ بالحادث للتعرف على ملابسات الوقع وسبب الوفاة كما طالبت الكنسلية بموافاتها بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن وكانت دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج قد حس وشدد على ضرورة قيام الكنسلية المصرية في باريس بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية كما دعا إلى سرعة إنهاء الإجراءات من أجل نقل جثمان الفقيدة إلى مصر وفي السياق نفسه تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي واسما بانوان حقريم حامد الذي نشر من خلاله مزاعم حول اغتيال الباحثة المصرية وربط ملابسات الوفاة باغتيال العالمة المصرية سميرة موسى في عام 1952 وهو ما لم تؤكده أسرة الفقيدة فقد كتب شقيقها منشورا له على فيسبوك يؤكد أن قضية وفاة شقيقة لا تزال قيد التحقيق لدى السلطات الفرنسية كما دعا نادر حامد الجميع إلى عدم نشر أخبار كاذبة قد تعطل وتضر بمجرى التحقيق وتؤدي بالمساس بحقوق المرحومة ريم ونحن جميعا في انتظار ماذا ستسفر عنه نتائج التحقيقات هل ستتوصل السلطات الفرنسية إلى الجناء أم ستقيد القضية ضد مجهول كما حدثت من قبل مع العالمة المصرية سميرة موسى موسيقى